نفسي أعمل عمرة وأنا أعتقد أن الأديان كلها تصب في مكان واحد إيه هو المكان الواحد؟ هو الأخلاق طبعا هذا الكلام باطل جملة وتفصيلا ليه؟ العمرة هي سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا للمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى نبي الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منها يبقى ده هو المسلم أما توني خليفة فهذا رجل نصراني لا يصح أبدا بل لا يجوز له أصلا أن يدخل مكة المكرمة يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون ناجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا قول الله سبحانه وتعالى إبقى إذن الآله توني خليفة هذا كلام باطل أما قوله بأن الأديان تصب في مكان واحد وهو الأخلاق أيضا هذا حق tarيش من نفس الكلمة